السلام عليكم كيف الحال؟ بآخر فترة لاحظت على السوشال ميديا موضة التوكسيك ريليشنشيب العلاقات السامة بحيث لما أفوت مثلا على الإنستجرام أو على التيك توك بلاحظ أنه في أشخاص بتصنع محتوى تروج للعلاقات السامة أو تبين أنه العلاقة السامة هي العلاقة اللازم تكون موجودة عشان تستمر أنت في علاقة حب وما إلى آخرية بحيث بكون الشاب أو البنت أنه بيحمل هالتليفون وبدو يتعامل بطريقة طبيعية مع الشخص اللي هو معجب فيه واللي بيحبه بدو يجيب عثمسيج أنه يتطمن على هذا الشخص لكن قال بيجي بتذكر أنه أوه لا أنا لازم أكون توكسيك عشان هاي البنت تتعلق فيه أو أنا لازم أكون توكسيك عشان هذا الشاب يظلوا متعلق فيه وما يخوني مع شخص آخر وطبعا هذا للأسف مية بالمية خطأ لأنه أنت لما تيجي تتعامل مع شخص معين وهذا الشخص يفرض عليك نمط معين من التعامل وهذا النمط يكون مية بالمية سام يعني هو بده منك أنك تعامله بطريقة صمت عقابي وذل واحتقار وخيانات وأنك تكون أنت متعدد العلاقات عشان يستمر معاك ويتعلق فيك ضمن هاي العلاقة فمعناته هو موجود عنده خلال كثير كبير وهذا الخلال جاي عنده من وقت الطفولة بحيث أنه أهله كانوا يعاملوا بطريقة سيئة أو مثلا كان هو يتابع أفلام ومسلسلات بتشجع هاي الأمور مثل أنه البطل متعدد العلاقات وحبيبته بتحاول أنه تصلحه أو حبيبته بتحاول بتغار عليه بشكل كبير وأنه هي بتحبه بتحاول أنه يضل معاهلة طول الوقت وهذا الشخص بكون يعني دائما بخونها دائما بضربها دائما بسب عليها وما إلى آخره فبالتالي لما يكبر هذا الشخص بصير عنده عقدة أو بصير عنده نمط معين أنه هذا الإشي هو الصح وهذا هو الحب الحقيقي ومع الأسف الشديد بتلاقي الشباب والبنات بحاولوا يقلدوا هاي الشخصيات اللي بيشوفوها بالمسلسلات والأفلام وحتى عن طريق السوشال ميديا اللي بتروج للعلاقات السامة فاللي بدي أحكي لك إياه أنت كون على طبيعتك ما تحاول تتصنع أو تكون شخصية سامة عشان تستمر بعلاقة ما تحاول تقلد شخص معين أنت بتعرف وهو بيكون متعدد علاقات وبيعامل الأشخاص اللي بيتواصل معهم بطريقة سيئة عشان مثلا يستغلهم وما إلى آخره ما تحاول تقلده كون على طبيعتك واللي بيحكي معاك وبتواصل معاك وبحبك فهو راح يحبك عشانك أنت مش راح يحبك والله عشان أنت غيرت كل أسلوبك وبلشت تصنع بأسلوب يعني مش متوافق بالمرة مع شخصيتك لأنه لما تفوت معاه بالعلاقة ويكتشف أنه والله مش هاي طبيعة شخصيتك راح يتركك وراح يحكي ليش أنت أصلا تلاعبت فيه من أول وبيّنت أنه أنت والله شخص أزعر ومحمد رمضان وشغل دووين وما إلى آخره كون على طبيعتك يا حبيبي ويا حبيبتي اللي بدي إياك واللي بدي يحبك بيحبك زي ما أنت بدون ما تغير ولا أي إشي والأشخاص اللي بتدور على العلاقات السامة أو على العلاقات اللي فيها إذلال ويعني الحب هذا المشروط وما إلى آخره هاي بتكون عندها مشاكل نفسية وتجويف عاطفي لازم هي تحلها فالمشكلة عندك من الطرفين من الطرف اللي بتعامل بطريقة سيئة واللي بتصنع عشان يجذب لإله الفتيات أو هي تجذب لإلها الشباب وتستغلهم هاي عنده مشكلة إنه ما عنده شخصية أو شخصيته بتكون ضعيفة بحيث إنه بخاف يتصرف على طبيعته وكمان عندك مشكلة بالشخصيات اللي بتنجذب للشخصية السيئة أو للشخصيات اللي بتحاول تخلي الشخص اللي معها هيكون شخص سيئ عشان اوه إثارة وما إثارة عشان هيك بدي أحكي لكم إذا شفت حدا معين قاعد بتعامل معك بطريقة سيئة حاول امنعه وحط حدود شخصية لنفسك وحاول ابتعد عنه أنت ما بدك هاي الشخصيات بالمرة وبالأخير أنت بدك شخص واحد فقط إنك تحبه وهو يحبك وترتبطه مع بعض مش ضروري يعني تلف على الكرة الأرضية عشان تلاقي هذا الشخص وبالأخير تحكي إنه جربت كثير وما لقيت الشخص المناسب لأنه أصلا اختياراتك يعني أغلبها غلط أنت بتدور على شخصيات خاطئة فحاول كون على طبيعتك ولقي الشخص المناسب لإلك واللي يحترمك وأنت تحترمه بدي أحكي لكم شغلة مهمة إنه العلاقات السامة صح في بدايتها بتكون مثيرة جدا لكن مع الوقت الشخص بتعب منها وبصير بالفعل بده يتعمق مع الشخص اللي بيحبه ويرتبط فيه فما راح يلاقي هذا الحب العميق مع الشخص التوكسك والشخصية السامة فعشان هيك يعني بتطر إنه يطلع من العلاقة وبتطر إنه يعيش في الآلام النفسية اللي بتتركها هاي العلاقة السامة فديروا بالكم من هذا المحتوى السيء اللي بيروج للعلاقات السامة وكونوا واعيين لإلو بشكل أكبر وحكوا لي رأيكم تحت في التعليقات وإن شاء الله مشوفكم بفيديو جديد وسلام